اشتركوا في القناة حتى لو مجلس النواب خد قرار برفض الاتفاقية هو حر ليس لدينا كل واحد حيقول رأيه الحر في نفس الوقت بعض الناس بيقولوا ايه طب تروح السعودية للمحكمة الدولية وانا بقول لو راحت المملكة العربية السعودية للمحكمة الدولية وقدمت ما لديها من وثائق مصرية سيحكم لها من اول جلسة لان احنا اللي قدمنا الوسائق واحنا اللي معترفين ومصر لا يمكن ان تجور على حق احد